موضوع دوتكم ابحث عن أي موضوع بالعربي علاج سيلان اللعاب أثناء النوم بيختلف العلاج باختلاف المسبب فيه أن العلاج المبدئي أو الأولي أنه نحاول أنه الشخص ينام على ظهره بدل ما ينام على إحدى الجوانب بالتالي بيمنع خروج اللعاب أثناء النوم في حالة وجود التهاب في الجيوب الأنفية أو زكام أو انسداد في الأنف يجب حل هذه المشاكل نهائيا عشان الشخص يقدر يتنفس من أنفه بعض المشاكل اللي بتختص في اللوزتين مراجعة للطبيب المختص لعلاج المشكلة وبعض الأدوية إنها بتساعد على تخفيف من إفراز الغدد اللعابي بالتالي العلاج كله بتمحور حول إنه الشخص يتنفس من أنفه عشان يخفف من مشكلة سيلان اللعاب أثناء النوم موضوع دوت كوم ابحث عن أي موضوع بالعربي ترجمة نانسي قنقر